في خمس دقيق بس هنخزن النعناع ازاي نجفف النعناع في خمس دقيق بس وزي ما حضراتكم شايفين اللون والقوام كل دا عملناه في خمس دقيق من غير ما نخسل ولا يعفن مننا ولا كمان نضطر نسيبه في الشمس ويلم طراب وشايفين احلى كوبية نعناع يا جماعة حلوة جدا اللي عنده مغس هيبقى فرحان واللي عايز يحطه على المحشي هيمشي معاكو زي الفل واللي كمان عنده بيحب شاي بالنعناع هيبقى حلوة جدا جدا وحابب اشكر الشيف حنان جمعة لاني جبت الوصفة من قناتها واتمنى مزيد من التوفيق لكي ولينا ان شاء الله كل اللي احنا محتاجينه اول حاجة ربطتين او ثلاث ربطات كده من النعناع هنشيل بقى اللي هي العصيان بتاعتهم وهناخد الورق بس يا جماعة وبعد كده هنبدأ نجيب صنية زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده هنغسلها طبعا كويس ولازم ننشفها وما يبقاش فيها مية حالص هنحط ورق النعناع بتاعنا وهندخله في الفرن لمدة نص ساعة على درجة حرارة 250 مع التقليب كل شوية لغاية ما يبدأ يوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه وممكن تستخدموا المايكرويف هياخد معاكو دقيقة لديقة ونص وبعد كده بقى هنبدأ نجيب المصفة وهنبدأ ان احنا ننزل النعناع بالشكل ده ونبدأ نحرك كده قدينا عليه زي ما حضراتكم شايفين عايز اقول لكم بقى هيشيل اي شوائب وكمان هيكون ناعم معانا خالص يعني مش محتاجين تفرقوه ولا اي حاجة تقدروا تحطوه على المحشي تقدروا تشربوه تعملوا منه رضعات للاطفال مع التصفية طبعا تقدروا تشربوه مع الشاي بنعناع وعايز اقول لكم بقى لا هنسيبوا بقى في الشمس بقى ولا يلم طراب ولا دبن ولا نموس ييجي عليه يعني سهل خالص والناس بقى اللي بتحب بقى الشاي الاخدر بالنعناع زي كده تعال اقول لكم هنعمل ايه كده احنا هو خلاص كده خلصنا النعناع بتاعنا وزي ما انتو شايفين ده الشاي الاخدر بيبقى موجود عند اي عطار اللي هو الشاي الاخدر السيب هنجيب برضو المصفى وهنبدأ بقى نجيب الشاي الاخدر بتاعنا وهنبدأ ان احنا نحطه في المصفى وهنضغط بادينا علشان ناخد منه الورق بتاع الشاي الاخدر كده يعني زي ما انتو شايفين يكون كده مطحون وجاهز خلص عايز اقول لكم وصفة سهلة تقدروا يا جماعة تعملوا الوصفة دي دلوقتي مش هتاخد معاكم اكتر من خمس دقيق لو في مايكرويف مش هياخد معاكم ثواني لو فرن ممكن تاخد ربع ساعة تلتي ساعة وزي ما انتو شايفين كده خلصنا الشاي الاخدر بتاعنا وهنبدأ بقى نجيب الموجة بتاعنا وننزل بقى كده بالمية المغلية زي ما حضرتكم شايفين ساكتين ليه ما تصلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جمعة مباركة عليكم واتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا دوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد وبعد كده جهزنا الموجة بتاعنا والمصفة بتاعتنا حطينا المية المغلية ونص معلقة صغيرة من النعناع اللي احنا لسا عاملينه ونص معلقة صغيرة من الشاي الاخدر اللي احنا لسا عاملينه وهنسيبه كده خمس دقيق ياخد كده ويددي مع نفسه وبعد كده نبدأ بقى نصفي الشوائب دي وننزل بقى بأحلى كوبية ممكن تشوفها اشوفكم على خير في فيديو جديد كان معكم اشرف سلام اشتركوا في القناة